ومن أربيل ينضم إلينا ياسين عزيز المحلل السياسي سيد ياسين كيف تقرأ نفي الجيش العراقي تعاونه وتبادل المعلومات مع نيتو بشأن استهداف عناصر داخل الأراضي السورية مساء الخير تحياتي لكم ولمشاهدين طبعا القيادة العراقية على علم ومنذ أيام الولايات المتحدة عن طريق سفيرها في بغداد أبلغت الحكومة العراقية حكومة الإقليم قبل يومين بنتائج تحقيقاتها ومخرجات هذا التحقيق وأنها ستستهدف الجهة التي نفذت هجمات أربيل وبلد وعلى المنطقة الخضراء في بغداد نفي الجيش العراقي علمه بالضربات يمكن تكون إجراء وقائي من غضب الميليشيات والفصائل التي تحظى بقوة جيدة داخل الأرض العراقية لكن الضربات بالشكل العام الضربة الأمريكية لم تكن الضربة المتوقعة من قبل الولايات المتحدة كرد عنيف على جل الهجمات التي صارت في العراق سواء في أربيل أو في بغداد الهجمات يمكن وصوها بأنها بسيطة وضعيفة قياسا لمواقف الولايات المتحدة السابقة من هجمات مماثلة أو أضعف من هذه الهجمات نعم يعني ربما هذه الوجهة هي ما يراه البعض في أربيل من أن هذه الضربة لم تكن كافية من وجهة نظر الحكومة العراقية ومن وجهة نظر أيضا المسؤولين في إقليم كردستان ما مدى كفاية هذه الضربة؟ طبعا إقليم كردستان يريد ضربات أقوى تكون رادعة تكون يعني لا تشجع هذه الفصائل على إعادة الهجمات أو عودة الهجمات لكن مثل هذه الضربة لن تقنع حكومة الإقليم أو القيادة الكردية في الإقليم ستبقى مخاوف كبيرة خاصة أن هذه الميليشيات هذه الفصائل التي لديها سلاح منفرد قريبة جدا من حدود الإقليم والأمر الخطير الذي ظهر في الهجمات الأخيرة على أربيل أنه هناك اختراق أمني خطير على ساحات قريبة على الفضاء الواسع الذي يمتد بين أربيل والمناطق التي تنتشر فيها هذه الميليشيات والفصائل فلهذا حكومة الإقليم ستبقى قلقة من موقف الولايات المتحدة ولن تكون هذه الهجمات يعني الهجم الأمريكي اليوم مطمئنة وكافية أكيد فالإقليم يريد المزيد يريد ضغطا أكبر كما كان في عهد الإدارة السابقة في أمريكا هذا المطلب من قبل الإقليم ربما يواجه بأمرين مهمين أحدهما الخلافات داخل الفصائل العراقية على مهمة نيتو داخل الأراضي العراقية والآخر هو الموقف الروسي والإيراني بطبيعة الحال من هذا الوجود فكيف يمكن حل هذا اللغز في المرحلة المقبلة؟ هي المشكلة أستاذ المشكلة أن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تريد أن تهادن إيران تريد أن تكون بينها وبين إيران خطوط اتصال خطوط يعني لا يمكن قطعها نهائيا كما كان في الإدارة السابقة الأولوية الآن لدى حكومة بايدن إدارة بايدن إيقاف النشاط النووي الإيراني وعدم الخوض في صراعات كبيرة وقوية يمكن أن تدمر أو تنهي الخطوطات التفاوضية الآن حسب معلوماتي أن السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران دخلت على الخط ويمكن أن تماهد نوعا ما إلى وجود نوع من التفاوض حتى بعد هذه الهجمة التي كما قلت يمكن وصها بأنها بسيطة وضعيفة جدا وهي تعكس الصورة السابقة الرد الإيراني على مقتل سليماني يمكن الآن أن نصف الرد الأمريكي على عظم الهجمات التي قامت بها الميليشيات على الأرض العراقية ضد المصالح الأمريكية وللتصحيح المعلومات حسب معلوماتي الواردة من مصادر أن القتلى ليس 22 وإنما 7 وجرح 5 أشخاص ليس كما قال المرصد السوري نعم يعني على الرغم بإقراركم بضعف هذه الضربة ما الذي تتوقعه من الموقف الإيراني إزاءها؟ الموقف الإيراني سيكون عن طريق الوكلاء في العراق يعني الوكلاء في العراق هذه الجماعات التي قامت بالهجمات يمكن أن تستهدف قريبا أيضا المصالح الأمريكية المصالح الأمريكية خلال الأسبوع القادم باعتقادي ستكون أهدافا يعني مشروعة لهذه الفصائل بعد الضربة الضعيفة اليوم النهج الإيراني سيستمر في الضغط على الإدارة الجديدة من أجل جرها إلى مفاوضات مع إيران دون شروط مسبقة شكرك شكرا جزيلا سيد ياسين عزيز المحلل السياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا